بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي متابعي قناتنا الإرشادية نرحب بكم في هذه الحلقة التي سنستعرض فيها وإياكم الجوانب البيولوجية وطرق الوقاية والمكافحة لآفة أخذت في الانتشار وأصبحت تؤرق المزارعين على مدار الموسم أو على مدار العام هذه الآفة هي ذبابة ثمار الفاكهة المختلفة لأنه توجد في المنطقة أكثر من نوع وأكثر من جنس إلا أن سوف نركز على أهم الأجناس والأنواع المنتشرة في منطقتنا طبعا في البداية كانت هذه الآفة تبدي ضررا غير اقتصاديا في السابق كنا صغار ونلاحظها على ثمار اللوز الهندي المنتشرة زراعته في المنطقة والاستوائي فنجد في بعض الثمار يرقات هذه الذبابة ونشمأ الزو من هذه الثمار أحيانا نجد هذه الذبابة ويرقاتها في ثمار القثاء ما يعرف بالطروح في المنطقة عندنا أو الطرح وهو من النباتات القرعية التي تنتشر زراعتها في المنطقة ثم أخذت هذه الآفة في الازدياد وفي الانتشار حتى أصبحت على قمة الهرم في الآفات التي يحسب لها المزارع والمنتج ألف حساب ولهذا الأمر أسباب كثيرة أهمها التركيز على المبيدات الحشرية كحل وحيد لمواجهة هذه الآفة ثانيا زراعة بعض الأسناف المحببة لهذه الآفة أو العوائل النباتية سواء فاكهة أشجار فاكهة مثل التين أو البابايا أو اللوز الهندي أو الاستوائي كما يسمونه كذلك انتشار عدد كبير من العوائل من نباتات الخضر خاصة الفصيلة القرعية وكذلك تهاجم الفصيلة البادنجانية مثل الفلفل الحلو والطماطم وغيره هذه الآفة الآن أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المزارعين سنويا على مستوى العالم تصرف مليارات الدولارات في مكافحة هذه الآفة جلها يذهب في تكاليف المبيدات الحشرية وعمليات المكافحة وجزء آخر من الخسائر نتيجة الانخفاض وتدني مستوى الانتاج والمحصول يعني هذه الآفة أصبحت الآن مشكلة أيضا ظهرت عندنا من أضرارها الغير مباشرة تسمم التربة وانخفاض خصوبة التربة كذلك تكسر الميزان الحيوي وتحطيمه يعني الأعداء الحيوية والمفترسات نفق نسبة كبيرة منها بسبب استخدام المبيدات الحشرية وللأسف لا زال كثير من المزارعين يسأل عن مبيد لمكافحة هذه الآفة ولا يفكر في عوامل المكافحة الأخرى في السابق كان المزارع الذي يهتم بنظافة حقله وإدارة مزرعته لا تمثل هذه الآفة مشكلة لديه يعني نجدها تنتشر في البساتين وفي المزارع اللي إدارتها متدنية الإدارة المزرعية أيضا من أضرار هذه الآفة تلوث الثمار ثمار الخضر وثمار الفاكهة التي تهاجمها بالمبيدات ومتبقيات هذه المبيدات نحن نعرف أضرارها وخطورتها على المستهلك هذه جزء يسير من أضرارها كان المزارع يلتقط الثمار المصابة وكانت تعينه كثير من الكائنات مثل الطيور صديقة الفلاح التي جار عليها الإنسان بالصيد الجائر أو بالعبث في الطبيعة وانحسار الغطاء النباتي وانحسار المسطحات المائية يعني البيئة الجاذبة لهذه الطيور صديقة الفلاح انحسرت وذهبت وذهب معها هذه الطيور المفيدة يعني كانت البيئة غنية بالطيور الصديقة كالدجاج الماء وكذلك الزرازير الماء واللقالق وكثير جدا من الطيور صديقة الفلاح يعني الآن من النادر جدا أن تجدها موجودة في المزارع والبساتين في المنطقة للأسباب التي ذكرناها طبعا غير سوف يعني نركز في هذا الجزء من الحلقة على هذه المقدمة فقط وإنما للمزيد ولزيادة التفاصيل أعددنا لكم محاضرة مفصلة ستجدون فيها كل مبتغاكم خاصة في برامج المكافحة المتكاملة يعني ليس الحل الوحيد هو المبيد لا هناك عدة طرق كثيرة إذا اتبعناها لن تكون هناك حاجة إن شاء الله لهذه المبيدات فإلى هذه المحاضرة عزائي المتابعين في هذا الجزء من الحلقة كما ذكرنا لكم سوف نركز على الجوانب البيولوجية وطرق الوقاية والمكافحة لهذه الآفة طبعا نبذة بسيطة مثل ما هو واضح في الصورة هي ذبابة متوسطة الحجم تماثل حجم الذبابة المنزلية أو تزيد قليلا عليها فتبلغ في الطول من خمسة إلى ثمانية ملي متر اللون بني محمر ويوجد عليها بعض البقع الصفراء على الرأس الصدري أو الثوركس فيما يشبه الأشرط الصفراء موجودة على جانبي الصدر وتوجد في نهاية الصدر بقعة مثلثة الشكل اللونها أصفر واضح الأجنحة شفافة ما عدا وجود بعض البقع الداكنة في أطراف الأجنحة وتوجد أحيانا بعض البقع الصفراء وتختلف هذه الألوان من جنس إلى جنس ومن نوع إلى نوع داخل الجنس نفسه كذلك يغطي جسم الدبابة زغب كثيف والذكر يختلف عن الأنثى بأن الأنثى مزودة في نهاية البطن بآلة وضع البيض المدببة الإبرية الشكل والذكر تكون نهاية البطن مستديرة ولا توجد أي زواهد لهذه الحشرة مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلفة مدى عائلة واسع فهي تصل إلى ثلاثمائة نبات بين أشجار فاكهة وخضر وتحدث فيها أضرارا متفاوتة الحشرة الكاملة تعيش الأنثى خمسين إلى سبعين يوم تقريبا والذكر من ثلاثين إلى خمسة واربعين يوم الأنثى تضع خلال فترة حياتها أوراق علمية مختلفة وهناك تباين كبير في عدد البيض الذي تضعه الأنثى من مائتين إلى ستمية بعض الأوراق ذكرت ألف بيضة البيض يفقس خلال يومين وشكله بيضاوي ويصل الطول فيه من واحد إلى اثنين ملي متر تخرج منه يرقات استوانية الشكل لونها أبيض كريمي وتصل في الطول هذه اليرقات من ستة إلى ثمانية ملي متر وهي تأخذ في الشكل الشكل الثابت ليرقات الدباب تستمر هذه اليرقات تحفر في بب الثمرة التي وضع فيها البيض من 10 إلى 15 يوم تخرج منها بعدين بعد ذلك تسقط في التربة لتعذر وتكون عذارة برميلية الشكل لونها بني وطولها يصل من 4 إلى 5 ملي متر وتأخذ في التربة 10 إلى 14 يوم تخرج منها الإناث وتستمر مدة 10 إلى 12 يوم ثم تبدأ في وضع البيض طبعا الأنثى تظل حائمة نجدها حائمة حول الأشجار للبحث عن الثمار لتضع فيها البيض طبعا في الوخزة الواحدة تضع حدود 20 بيضة تحت جلد الثمار ثم العائل ثم يفقس هذا البيض ويتغدى على الثمرة ويتلفه تقريبا هذه أهم المميزات التي تميز الحشرة الكاملة كان بودنا نعرج عليها لأن تهم الدارسين وتهم كذلك المرشدين والفلاحين تهاجم هذه الحشرة أشجار الفواكه وبعض محاصيل الخضر طوال العام فهي تهاجم التفاحيات وتهاجم الفواكه ذات النواة الحجرية كالخوخ والمشمش والكرز وغيره وتهاجم طيف واسع من نباتات الخضر وخاصة القرعية والبادنجانيات ويتباين مستوى الضرر والتفضيل ما بين عائل وآخر فهي تصيب الفواكه مثل ما ذكرنا والخضر على مدار العام فهي تهاجم الحمضيات الصيفية خلال شهر 4 و5 أبريل ومي ثم تنتقل إلى أشجار المانغو خلال شهر 7 إلى شهر 10 أي جولاي وأكتوبر ثم نجدها موجودة على الجواف والتين في الشهر السابع إلى شهر 11 جولاي إلى نوفمبر ثم تنتقل إلى الحمضيات الشتوية من شهر 9 إلى شهر 11 سبتمبر ونوفمبر ثم يحدث انخفاض في أعداد الحشرة نتيجة انخفاض درجة الحرارة في نهاية العام ثم تعاود النشاط بعد الشهر الثاني بعد فبراير أي في شهر مارس تبدأ في النشاط وتعيد يعني يبدأ ظهور الإصابات من جديد ونشاط الآفة يعني كل الحمضيات تصاب أشدها اليوسفي والقريب فروت والبرتقالة بسرة والنارنج وباقي أصناف الموالح أما الليمون فيصاب يعني بدرجة أقل لكنه يصاب بعض الأوراق العلمية تذكر بأنه لا يصاب لكنه وجدنا إصابات على الليمون البنزهير والأضالية كما تصيب عندنا في المنطقة طيف واسع من الفواكه المحلية والخضر وعلى رأسها ثمار السدر أو النبق أو الكنار وثمار اللوز الاستوائي أو الهندي أو اللي يعرف باللوز المحلي كذلك تصيب معظم نباتات العائلة القرعية والبادنجانيات بالنسبة للوضع التقسيمي مثل ما توضح الشريحة اللي أمامنا الآن فهي تنتمي يعني ذباب الفاكهة ينتمي إلى الرتبة ثنائية الأجنحة الدايب ترى والعائلة تفرتدي أو عائلة ذباب الفاكهة أو ذباب الثمار وتنتمي إلى الجنس طبعا كان هناك عدة أجناس ولكن في دراسات تمت في عام 2009 من قبل كثير من العلماء كانوا في تجمع بحثي إذا صح التعبير أو بحث جماعي من عشرين دولة خمسين عالم اشتغلوا على هذه الآفة من ضمن التوصيات التي خرجوا فيها أنهم وحدوا أهم الأجناس أو أهم الأنواع التي تصيب الفواكه تحت الجنس باكترو سيرا وأهم ثلاثة أجناس موجودة في منطقة الشرق الأوسط وبلادنا هي ذبابة القرعيات اللي كنا نسميها في الأول دكة سيلياتس فهي تسمى الآن باكترو سيرا كيو كربتي وعندنا ذبابة الخوخ اللي هي الزوناتا والشرقية الدورسالس يعني كذلك دبابة البحر الأبيض المتوسط تغير اسمها الآن من سيراتي تستس كابيتاتا إلى باكترو سيرا كابيتاتا فهذه التغييرات طبعا يجب مراعاتها عند أعداد أي دراسة أو التحدث عن هذه الآفة هذه الشريحة توضح التوزيع الجغرافي مثل ما ذكرنا في حلقات سابقة وفي آفات أخرى إنه لكل آفة توزيع جغرافي هذه الشريحة توضح إلا على اليمين التوزيع الجغرافي لذبابة البحر الأبيض المتوسط اللون الأحمر يوضح مناطق الإصابة وإلا على اليسار توضح النقط الحمراء الانتشار للذبابة الشرقية الدورسالس هذه الشريحة توضح أعراض الإصابة في الصورة اللي أعلى الشريحة على اليمين دبابة القرعيات وهي توضع البيض هذه الصور التقطناها في مزارع المنطقة وهي توضع البيض واللي على اليسار بداية الإصابة اللي هو الحفرة التي تحدث نتيجة نخر اليرقات في لب الثمرة والصورتين اللي أسفل توضح مقدار الضرر الذي تحدثه هذه الذبابة يعني تصيب بنسبة 100% الثمار بعض الإصابات أو بعض الحالات في المزارع لاحظناها كل الثمار مصابة بهذه الذبابة هذه الشريحة توضح أعراض الإصابة على الثمار للفواكه المحلية على التين والنبق والمانجو وكذلك اللوز الاستوائي والليمون البنزهير يعني لا تترك ثمرة أحيانا على الشجرة سليمة هذه الصورة أخواني طبعا إحنا وضعناها حتى نبين مسألة اللهو والمبيدات طبعا هذه الآفة أخذت الآن مناعة مرتفعة جدا وتكاد تكون منيعة ضد أغلب المبيدات الحشرية الموجودة في السوق لدينا وهذا نتيجة الاستخدام المفرط والخاطئ للمبيدات يعني كان الصورة الأسفل من الصورة توضح الثمار المصابة ملقا خارج المزرعة وهذا خطأ يعني لو مصانع المبيدات كلها تصنع لمزرعة واحدة والوضع بهذه الصورة لا تنتهي الإصابة يجب التخلص لو تخلصنا من الثمار المصابة ما وصلنا إلى الحالة التي نحن عليها من مناعة خطيرة جدا جدا أبدتها هذه الحشر تجاه معظم المبيدات هذه الصورة توضح عملية رش المبيدات يعني بعض المزارعين الآن مقتنع وكأنما لديه قناعة بأن الحل الوحيد هو المبيد فقط وهذا مسألة خاطئة جدا يعني أحدث تلوث للبيئة وظهور سلالات منيعة وخصوبة التربة انخفضت كما أن الأعداء الحيوية والميزان الحيوي تكسر بسبب هذا الاستخدام المفرط والخاطئ للمبيدات هذه الشريحة توضح تنامي الأعداد المقاومة للمبيدات يعني تطور ظهور المناعة إلى المبيدات نتيجة الاستخدام المفرط والخاطئ إلى المبيدات يعني اللون الأحمر يوضح الحشرة التي أظهرت مناعة تجاه المبيد إلى أن نصل إلى أنه عدد الحشرات اللي لونها أحمر أي أنه المناعة ارتفعت جدا عند العشيرة الحشرية الموجودة لدينا هذه الشريحة أخواني تبين الطفيليات والمفترسات لهذه الدبابة يعني كانت متوفرة في الطبيعة قبل تدخل الإنسان بالمبيدات لذلك يجب أن نراعي في كل برنامج لمكافحة هذه الآفة أن نراعي مصير هذه الكائنات المفيدة لذلك يجب أن نختار المبيد بعناية واسلوب المكافحة أيضا نراعي فيه كما أنه يجب أن نكاثر هذه الحشرات النافعة ونشجعها على الاستقرار وتكوين العشائر الحشرية لها أو اكثارها في معامل وإعادة إطلاقها في الطبيعة حتى نحي هذا التوازن الطبيعي الحيوي الذي تكسر نحن ذكرنا واحد من الأسباب التي أدت إلى فورانات في هذه الحشرة هو ندرة الطيور صديقة الفلاح وعلى رأسها اللقالق والغرانيق والدجاج الحبشي والدجاج البلدي أيضا وكذلك الطيور الزائرة التي تزور المزارع بين موسم وآخر كل هذه الطيور طبعا غادرت مثل ما ذكرنا الأسباب في مقدمة الحلقة للتصحر وندرة المسطحات المائية والصيد الجائر يعني ونثر الطعوم السامة للطيور أدى إلى هجرة هذه الطيور التي كانت تتغذى على اليرقات نجد هذه الطيور تمشي تحت الأشجار وتنبش التربة وتتغذى على اليرقات والعدارة فتكسر دورة الحياة يعني ما كنا نعاني ولا نفكر أيضا في هذه الآفة إلا بعد تكسر الميزان الحيوي وحجرة الطيور صديقة الفلاحة هذه الشريحة احنا طبعا اقتبسنا هذه الصور من الانترنت طبعا مشاريع البحثية أو المشاريع المكافحة الدولية إذا صح التعبير هذه المشاريع الآن من الخطط التي تنتهج في مكافحة ومحاصرة هذه الآفة يعني المكافحة الفردية أو مكافحة المزرعة يعني لا تكفي يعني بسبب الانتشار الواسع لهذه الآفة الآن أصبحت مشاريع دولية كبرى تشرف عليها الفاو أو المنظمات الدولية المختلفة لمكافحة هذه الآفة وهذه مشاريع ناجحة احتفلوا في نهايتها بالخلاص من هذه الآفة بدون التركيز على المبيد فقط يعني انتهاج الأساليب المتكاملة كما هو موضح في الشريحة الـ IBM يعني هو الأسلوب الأنجع مشاريع دولية جلوبال يعني هناك مستويات مختلفة مكافحة مزرعية في نفس المزرعة مكافحة أحيانا تكون في منطقة أو في قرية أو في إقليم المكافحة الواسعة تسمى وهناك مكافحة إقليمية ومكافحة دولية هذه مستويات المكافحة والمتبعة والناجحة في مكافحة هذه الحشرة هذه صورة أيضا في جزر هاواي توضح تجمع الباحثين والعاملين في مجال المكافحة في الحقول ونقاش النتائج التي يتوصلوا إليها طبعا هذا الفريق نجح في مكافحة واستئصال هذه الآفة من مناطق كانت تعاني وكانت نسبة الإصابة في محاصيل الفاكهة والخضر تصل إلى 100% فاحتفلوا في نهاية التجارب والأبحاث التي اتبعوها وتخلصوا من هذه الآفة بالنسبة لحصر الأجناس والأنواع مهم جدا أن يعرف الإنسان اللي يعمل في مكافحة هذه الحشرات أن يعرف الأنواع الموجودة في منطقته أو في الدولة اللي هو يشتغل فيها ما يصير يشتغل على علاتها زي ما يقولوا يعني ما يعرف إيش الأجناس والأنواع لأن كل جنس وكل نوع له أساليب في المكافحة تختلف عن الآخر فلا بد من حصر الأجناس والأنواع وتعريفها حتى نتمكن من وضع برنامج ناجح هذه الشريحة توضح عدد من المنحنيات أو الأشكال اللي تمثل الوفرة العددية الpopulation dynamics للحشرة خلال العام يعني في الشهر الأول كيف يكون وفرتها العددية في البيئة يعني تدرس بشكل جيد وهذه تنفعنا كثير في المكافحة متى نكافح متى نبدأ نطبق برامج المكافحة فهي مثل العين يعني تدلنا على الأوقات المناسبة لعمليات المكافحة المكافحة فمهم جدا أن تدرس هذه المسألة هذه الشريحة أخواني توضح أهمية مكافحة هذه الحشرة وهذه الآفة يعني لا نهمل الحدائق المنزلية يوجد في كل منزل أحيانا نوعين ثلاثة أنواع من العوائل التي تصيب التي تهاجمها هذه الدبابة فنجد في بعض المنازل أشجار اللوز أشجار السدر أو النب كذلك توجد أشجار الحمضيات توجد أشجار الجواف والتين وأحيانا نكافح في المزارع أو في المناطق الزراعية وتوجد خزانات كبيرة من الحشرات ومن الذباب في المنازل فلذلك يجب أن نخصص فرق إلى هذه المنازل للفحص كما أن المواطن يجب أن نرفع من وعيه حول هذه الإصابة وضرورة التبليغ إلى الجهات المختصة في المكافحة هذه الشريحة توضح المصائد والمصائد نستطيع أن نكونها أما تشترى جاهزة يعني اللي هو جسم المصيدة أو المصيدة ذاتها أو نجهزها مثل ما هو موضح من قوارير المشروبات الباردة أو الغازية تقطع وتعمل مثل القمع يعني سهلة بتشكيلها أو تشترى جاهزة وتضاف لها المواد الجاذبة هذا طبعا أي برنامج ناجح لابد أن يحتوي على المصائد سواء كانت مصائد جنسية أو غذائية أو بالطعوم الجاذبة لكل نوع من الذباب هذه طبعا تفيدنا في عملية التنبؤ والاستكشاف يعني ما نستطيع أن نعرف حجم الذباب أو عدد الذباب الموجود في البيئة إلا بواسطة هذه المصائد إذا وصلت إلى عدد معين مثلا سبع حشرات في المصيدة لا بد من التدخل بعمليات أو بمكونات البرنامج برنامج المكافحة المختلفة المصائد طبعا هذه الشريحة توضح أشكال المصائد في المصائد اللاصقة الصفراء طبعا تضاف إلى المادة اللاصقة أيضا فرمون أو مواد جاذبة يأتي الذباب بسبب الانجذاب إلى هذه المادة ويلتصر طبعا يستفاد منها للتنبؤ والاستكشاف عندنا على اليسار المواد الجاذبة بالنسبة لذباب الفاكهة ويوجد أيضا مواد جاذبة خاصة للقرعيات وإلى الذبابة الشرقية ويوجد على اليمين هذه الزجاجة طبعا يوجد فيها المواد البروتينية المسممة الجاذبة توضع في المصائد وأشكال المصائد مختلفة سوف نأتي عليها هذه الشريحة توضح أشكال المصائد المختلفة التي شائع استعمالها مصيدة جاكسون ومصيدة نادل ومصيدة ماكفل وتختلف في الشكل وفي المواد المصنعة منها إنما المهم هو المادة الجاذبة إما يستخدم الفرمون الجنسي ترايمدلور بالنسبة لذباب الفاكهة أو ميثايل أغنول بالنسبة لذبابة الخوخ المنتشرة لدينا ويضاف إلى هذه المواد إما ورقة فيها مادة لاصقة وتنجذب الحشرات وتلتصق أو مواد سامة كمادة الملاثيون التي يضاف للميثايل أغنول أو الديني في بي بالنسبة لترايمدلور يضاف إلى هذا الفرمون لجذب ذكور ذبابة الموالح يعني المصائد الجنسية المعتمدة على الفرمونات تجذب فقط ذكور ذبابة الفاكهة وأما بالنسبة للمصائد الغذائية تجذب الجنسين وخاصة الإنات المصائد الجنسية نحرص بأن نضعها على بعد يعني ستين متر من الحدود لمنع جذب الذكور من المزارع المجاورة ونضع عدد خمس مصائد للهكتار وتأثيرها أو مدى تأثير المصائد الفرمونية أو الجنسية من ستين إلى مية وعشرين متر يعني وأكدنا أنها توضع بعيد عن حدود المزرعة إلى الداخل ستين متر تفحص أسبوعيا وتسجل البيانات في سجلات المرشد وتغير الورقة اللاصقة كل أسبوع هذه مهم جدا أنه هذه المسائل الرائعة ومثل ما ذكرنا لابد من معرفة نوع الذباب الموجود والجنس في منطقتنا حتى نضع له المادة الجاذبة المناسبة عندنا المصائد الغذائية أيضا أو الطعوم الغذائية هي جاذب غذائي في الغالب يجذب الإناث من على بعد 12 إلى 20 متر ومعدل 25 مصيدة إلى الهكتار وتبدل المادة الجاذبة كل 30 إلى 40 يوم في الصيف و50 إلى 60 يوم في الشتاء وتوجد طعوم وخلطات جاهزة مثل الصور في الشريحة السابقة لكل نوع من الذباب توجد طعوم مناسبة ومهمة يجب أن مثل ما ذكرنا نعرف أن هذا الطعم هو المناسب لهذا النوع من الذباب وإلا يروح جهدنا هباء منثورة هذه الصورة توضح أشكال المصائد وطريقة تعليقها في البساتين يعني تعلق في الثلث العلوي من الأشجار ويفضل أن توضع في أماكن الضل يعني كلما كانت في مكان ظل في الشجرة أفضل هذه مصيدة جاكسون والأوراق اللاصقة ومصيدة لهو نادل وماكفل كلها وبالإمكان مثل ما ذكرنا أنت تصنع المصائد بنفسك يعني من القوارير البلاستيكية أو الزجاجية تصنع المصائد وكذلك الطعوم الجاذبة تتفنن فيها ممكن تستخدم عجينة الفواكه الناضجة وتوضع معاها مواد مسممة أو الخمائر والعسل بالإضافة للسكر والخل كذلك كل المواد التي تجذب هذه تقدر تستفيد منها في المصائد بالنسبة لمكافحة هذه الآفة طبعا من الخطأ أن نعتمد فقط على المبيد ولو أنه إلى الآن عندما نصادف أحد المزارعين يسأل عن المبيد الذي يفتق بهذه الحشرة يعني يجب أن نتوقف قليلا ونفكر يعني ما النهاية من استخدام المبيدات المفرط إحنا دمرنا البيئة ودمرنا الطبيعة وقضينا على كل الكائنات المفيدة في الطبيعة وسممنا المنتجات التي يستهلكها الإنسان وسببنا أمراض مستعصية بسبب هذه المبيدات يجب أن نتوقف وكل الدراسات والأبحاث التي تمت في مراكز أبحاث مرموقة عالميا توصلت إلى أنه استراتيجية المكافحة المتكاملة هي الأفيد يعني التقاط الثمار المصابة من تحت الأرض واقتناص الحشرات الكاملة في المصائد كلما زاد عدد الحشرات التي نصطادها واليرقات التي نتلفها بطريقة الطمر أو التشميس كلما انخفضت الإصابة في الموسم التالي ونلخص أهم المكونات الرئيسي المكونات لبرنامج المكافحة المتكامل في الأمور التالية تحديد أولا تحديد مستوى الضرر والانتشار يعني عندما يجب أن نحدد مستوى الضرر لهذه الحشرة في البيئة وانتشارها على مساحة المنطقة أيضا يجب أن نعمل على دراسة الأجناس والأنواع نحصرها ونعرفها تفعيل عمليات الحجر النباتي يعني بين المناطق يجب أن يكون فعال ليس على الورق فقط كما يجب أن نرفع من الحس الوطني لدى الجميع مزارع ومواطن وتاجر إلى آخره لإنجاح مشاريع الحجر النباتي التعريف بالآفة وإقامة الندوات الإرشادية لا بد أن نعرف لا زال الكثير يجهل تفاصيل وكون هذه الحشرات دراسة المدى العائلي للحشرة يعني نحصر كل النباتات التي تصاب بهذه الآفات حتى نحاصرها ونكافحها في كل المواقع التي تكون فيها تفعيل الجانب البحثي في النواحي البيولوجية لا نعتمد على دراسات تمت في الخارج أو في أقاليم بعيدة يجب أن تدرس في منطقتنا تحت ظروف بيئتنا حصر الأعداء الحيوية إذا تبقى شيء من هذه الأعداء الحيوية يجب أن نحصرها وندرس إكثارها وإعادة إطلاقها وندرس الأمور التي تشجع استيطان هذه الكائنات دراسة التردد العددي للآفة على مدار العام وهذه عرجنا عليها يجب أن نعلم في كل يوم من السنة ما هو تعداد هذه الآفة ومتى تزداد ومتى تقل حصر النباتات الجاذبة والطاردة والمقاومة يعني توجد نباتات كثيرة طاردة لهذه الحشرة ونباتات جاذبة يجب أن ندرسها خاصة مهم أن نلم بهذه النباتات تقييم المبيدات وتحديد الفعال والآمن على البيئة يعني ليس فقط نسأل عن المبيد الذي يقتل يجب أن نبحث عن المبيدات الحيوية مثل السباينوساد ومبيدات عضوية بيرثرادات البيرو ثرويدات العضوية هذا فقط أمثلة ليست للحصر وهذه تكون فعالة على الحشرات الضارة وآمنة على الحشرات النافعة وعلى البيئة نركز على توعية المزارعين بأهمية الإدارة المزرعية وكذلك نعمل على تقييم المصائد الفرمونية والغذائية وندرس التوقيت المناسب لنشرها وتدريب المزارعين عليها وعلى تصنيحها من المواد الأولية الموجودة لدى المزارع تفادي زراعة البساتين المختلطة يعني كل ما كان البستان مختلط كل ما كانت مكافحة هذه الحشرة فيها صعوبة يجب أن نعمل على حقول نظام الحقول المتخصصة الاعتدال في التسميد الأزوتي كل ما زاد التسميد الأزوتي عن الحاجة نتج لدينا نبات جاذب لهذه الحشرة تشجيع استيطان الطيور صديقة الفلاح التي هاجرت وتربية الدجاج البلدي وإطلاقه في المزارع والبساتين مهم جدا أيضا الدجاج الحبشي أو الغيني وكذلك اللقالق والغرانيق ودجاج الماء وزرازير الماء وغيرها كلها كائنات أو طيور مهمة جدا في التقاط اليرقات وعندما تلتقط اليرقات أو العذارة كسرت دورة الحياة اكسار الأعداء الحيوية وإطلاقها وتشجيعها على الاستيطان والحفاظ عليها طبعا هذه ذكرناها زراعة المصائد النباتية وخاصة الريحان الهندي أو المعروف بالملكي أو التولسي وهو الأوسيمم باسيليكم هذا نوع من الريحان يجذب ذكور ذبابة الخوخ ويحتوي تحتوي أوراقه على الميثايل أغنول وهو الفرمون الجاذب لذكور هذه الحشرة مهم جدا أن نزرعه في حواف المزارع والبساتين ونكافح الذباب عليه التبكير بالحصات كل ما بكرنا بالحصات كل ما قللنا حدوث الإصابة وتكاثر الحشرات يعني بمجرد يبدأ النضج الفيسيولوجي وبداية تلون الثمار يجب أن نحصد المحصول جمع الثمار المتساقطة والمصابة من على الأشجار أو من تحت الأشجار وإتلافها بالتشميس أو الطمر يعني نوضحها في كياس بلاستيكية ونعرضها للشمس أو نطمرها على عمق 30 إلى 50 سانتي وهذا يكفي لقتل اليرقات أو هناك طريقة نجمع هذه الثمار المصابة ونطعمها للمواشي وبالتالي نتخلص من الأطوار اليرقية المقاومة الهروبية أي نستفيد من دراسة التردد العددي للآفة بأن نزرع يجب أن نوقت في زراعتنا بحيث تنضج يعني يأتي المحصول في وقت لا تتوفر فيه الحشرات الحرث العميق أيضا مهم جدا يعرض العذارة واليرقات إلى السطح وتلتقطها الطيور أو تموت من الشمس كذلك الغمر بالمياه الريل الغزير يؤدي إلى غرق اليرقات والعذارة في التربة استخدام عجينة الفواكه المسممة أيضا مهم جدا ونضحها في المصايد وتأسيس فرق مكافحة للمنازل مثل ما ذكرنا المنازل أحيانا تمثل خزان كبير لهذه الحشرة وغيرها من الآفات يعني نكافحها في المزارع ثم تأتي من المنازل عند اشتداد الإصابة لا بد من التدخل بالرش الكيميائي ولكن بعد استشارة المرشدين الزراعيين وتحديد المبيد المناسب الذي تكون فترة تحريمة تناسب والمحصول وكذلك سميته لا تؤثر على الملقحات الحشرات الملقحة وخاصة نحن العسل كذلك تكون آمنة على الأعداء الحيوية لدينا طريقة أخرى هي الرش البقعي أي الرش بالمواد الجاذبة المخلوطة بالمبيد في بقع من خمسين سانتي أو ستين في ستين هذه البقع على الأشجار ونعيد ونكرر عملية الرش حتى نطمئن بأنه تم القضاء على هذه الحشرات يعني الإناث تنجذب إلى هذه المواد الغذائية المسممة لتضع الإناث البيض فتموت كذلك نبعد عن رش الأفرع التي عليها ثمار المكافحة المزرعية والمكافحة الواسعة كلها ذكرناها مستويات من المكافحة يجب أن نفكر فيها وننتهجها بدلا من استخدام المبيدات كذلك المكافحة الإقليمية أو المكافحة الدولية العابرة إلى الحدود كلها طرق مهمة جدا استخدام تقنية له وتعقيم الحشرات بالمواد المشعة أو تعقيم الذكور استرل إنسك تكنيك أو استرل ميل تكنيك وأطلاقها وهذه أدت إلى نجاحات باهرة جدا في دول متقدمة ويكاد أنهم استأصلوا هذه الآفة ولم تعد تشكل لديهم هم وباختصار أن اقتناص الحشرات الكاملة ذكورا وإناثا بواسطة المصائد الجنسية أو الغذائية أو الطعوم السامة التي هي عجينة الفواكه المسممة أو أي مواد جاذبة مسممة والتخلص من الثمار المصابة من تحت الأشجار وكذلك التي هي على الأشجار لا زالت مصابة وتربية الطيور الداجنة واستجلاب الطيور صديقة الفلاح سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ بشدة الإصابة في المواسم التالية وعند الحاجة إلى استخدام المبيدات لا بد من مراعاة الآتي أن يكون الرش بعد مرحلة العقد مباشرة وتكرر عملية الرش كل 15 يوم ونتوقف قبل موسم النضج بمدة 25 إلى 30 يوم والمبيدات التي نوصي بها المبيدات الحشرية كثيرة جدا في السوق ولكن نوصي بالمبيدات الحيوية مثل الاسباينوساد وزيت بذور النيم والبيرثرويدات العضوية زائد زيت معدني شريطة تكون المنتجات نقية ومن شركات معروفة يعني إذا كان هناك ضرورة لاستخدام المبيدات وختاما نتمنى أن ما قدمناه لكم في هذه الحلقة مفيدا في تأسيس برنامجا متكاملا للمكافحة كما نهيب بالأخوة المزارعين والمشرفين على المشاريع الزراعية والقطاعات الإرشادية الحكومية بترشيد استخدام المبيدات في مكافحة هذه الآفة تماشيا مع توجهات حكومتنا الرشيدة نحو بيئة نقية وغذاء صحيا نظيفا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته